السلام عليكم متابعي دراما سبورت نحن ضحية الصراعات هيك كتب معظم لعيبة منتخبنا على الفيسبوك بعد نهاية مباراة منتخبنا قدام الصين علما اللي أنا شايفه وأكيد أنتم متفقين معي بأن الجمهور السوري فقط هو ضحية الصراعات يعني ممكن اللعيبة تتغير ممكن المدرب يتغير ممكن اتحاد كرة القدم يتغير ممكن الاتحاد الرياضي العام يتغير لكن الجمهور هو الوحيد اللي عم بيتحمل كل هالضغوطات وكل هالصراعات كلنا اليوم رح نحكي عن موضوع مباريات التصفيات باقي المجموعات لكن لازم نحكي عن الكرة السورية باقي المجموعات لاحقين للحديث عن هالمواضيع وكمان تقييم اللاعبين رح نحكي عنه إن شاء الله بكرة لأن الموضوع الحالي ممكن يكون أهم بكتير من موضوع تقييم اللاعبين إن شاء الله يعني يكون بقدر الإمكان ضابط نفسي حتى نحكي شي مفيد وشي يكون مسموع ومفهوم للكل يلا على التفاصل حاليا يا غالي أنت عم بتتابع قناة دراما سبورت إذا ما عم تجيك الإشعارات من القناة فصار لازم تعمل اشتراك وتفعيل زر الجرس اللايك مو مهم أبدا بس إذا حطيته أكيد ما رح نزال بصراحة يا شباب أكيد في مزاج عام سيء هذا الشي حكينا بعد مباراة المالديف لما شفنا بعض من الأداء قلنا إنه المزاج تحسن مزاج الجمهور تحسن ولما مزاج الجمهور يتحسن فبطبيعة الحال بتشوف كل الناس مبسوطين لكن بعد مباراة غوام المزاج نوعا ما صار يعني سيء بس بعد مباراة الصين أكيد الجمهور رح يدلي بدلوه ورح يكون معترض على كل ما رأاه وكل ما يعني تعرض له من صدمات فبالتالي يعني أكيد هذا المزاج العام بيأثر بيأثر يعني ما فيك ما فيك ما تحكي بأن الجمهور حاليا 90% شايف بأن اللعيبة سيئين شايف بأن المدرب سيء شايف بأن اتحاد كرة القدم سيء والجمهور مثل ما حكينا دائما معوها يا أما بتقدم نتيجة مع أداء يا أما إذا ما قدمت نتيجة فخلينا نشوف على الأقل أداء خلونا نشوف شكل للمنتخب بمباراة الصين ما شفنا لا هذا الشكل ولا شفنا النتيجة ولا شفنا الأداء وهون يا شباب من فوت للمحور الأهم بالموضوع المحور يتعلق به هل اللعيبة بالفعل ضحية الصراعات قولا واحدا اللعيبة أحد ضحايا الصراعات نعم اللعيبة اليوم عم بيلعبوا التصفيات بغض النظر عن المجموعة السهلة ممكن أنا من الأشخاص الأوائل اللي حكيت بأن مجموعة منتخبنا سهلة ونحن لازم نتأهل وهذا الأمر مفروض منه ومن كلها الكلام يعني لما كان الكابتن فج إبراهيم مدرب المنتخب ولما كان الكابتن نبيل معلول أو إلى الآن الكابتن نبيل معلول يعني هذا الحديث ما تغير ولانه جديد على الجمهور نعم المجموعة كانت سهلة نحن على أساس هالمجموعة تأهلنا لكأس آسيا وللتجمع النهائي لكن وشددلي على كلمة لكن وإذا بتتذكروا يا شباب كمان حكيت بعد إقالة الكابتن فج إبراهيم وتعيين الكابتن نبيل معلول وأن الكابتن نبيل معلول رح يقود المنتخب بمباراة المالديف وغوام والصين قلت بأن إذا كانت في مكافآت للمنتخب من الاتحاد الآسيوي فلازم تكون من حق الكابتن فج إبراهيم اللي قادل المنتخب بخمس مباريات هذا الأمر كمان مفروغ منه يعني ما بدنا حدا يزاود آآ علينا بموضوع المكافآت والعدالة بالمكافآت يعني هذا الأمر كمان لازم نكون واعين وبشكل واضح جدا بغض النظر مباراة سهلة أداء كان سيئ أداء كان جيد طالما الكابتن فجر قادل المنتخب بخمس مباريات فلازم يحصل على المكافآة من الاتحاد الآسيوي مكافآت التأخذ وبالتالي يا شباب نحن محايدين بهذا الموضوع نحكي الحق نحكي الشيء اللي لازم ينحكه بالحق هون أنت لازم تكون مع الكابتن نبيل معلول ولا لازم تكون مع الكابتن فج إبراهيم خلاص الموضوع يتعلق بالمكافآت فيه مدرب درب خمس مباريات على أساس الخمس مباريات بيحصل على المكافآة فيه مدرب درب ثلاث مباريات على أساس هالثلاث مباريات بيحصل على المكافآة قدام المالديف قدام الغوام ما فيه أي مشاكل بهذا الموضوع نروح للخطوة الأخرى خطوة مكافأة اللاعبين بأن اللاعب قالوا بأن احنا تأهلنا للتجمع النهائي تأهلنا لكأس آسيا بال2023 ونعدنا بأن الاتحاد الرياضي العام رح يعطي مكافآت لكن الاتحاد الرياضي العام عم بيقول بأنك أنت ما بتستحق المكافآة لأنك تأهلت من مجموعة سهلة طيب هل يا ترى هذا الكلام صحيح أو لا؟ يعني هل يا ترى هذا التعامل صح أو لا؟ بصراحة أنا شايفه خاطئ جدا وهي رسالتي للكابتن في راس مع الله يعني أنت رياضي ورئيس الاتحاد الرياضي عام ويشهد الله يعني نحنا كلياتنا معك من لما توليت المنصب إلى الآن بس بموضوع مكافآت اللاعبين نعم هلأ ممكن الجمهور يقول أن اللاعبة ما بتستحق المكافآة أو من كلها الكلام واللاعبة ما لازم تأخذ مكافآت إن ننقلهم الشرفي لعبوا بقميص المنتخب هذا الكلام عاطفي هذا الكلام عاطفي اليوم أنت كلاعب كرة قدم في حال تأهلت لكأس آسيا للتجمع النهائي ومن حقك تحصل على مكافآة من الاتحاد الرياضي العام أو من الاتحاد الآسيوي فهذا حقك الشرعي بغض النظر عن المجموعة يعني الأمر بديهي جدا أنا اليوم متعاطف جدا مع اللاعبين اللاعب معهم الحق بهذا الموضوع مية بالمية لا حدا يقل لي ما حدا يستحق خلص معدام تواجدوا مع المنتخب وتأهلوا للتجمع النهائي فخلص لازم يحصلوا على المكافآة ما فيك توعد لاعب وبعدها ما توفي بهذا الوعد وهذا الشيء رح يؤدي بأن أي لاعب آخر لنفترض محمد عثمان لنفترض خليل الياس أو بابلو صباغ إذا حققوا الفوز على اليابان وكانت فيه مكافآة للفوز على منتخب اليابان وكان منتخب اليابان ما نوب يومه ما لعب بشكل جيد ومنتخبنا كأداء فاز بالحظ فرح تقول لأنك أنت فزت بالحظ ما رح أعطيك المكافآة هذا الأمر كمان غير مقبول أنا اليوم بحكيها بكل صراحة مع اللاعبين مع مطالب اللاعبين أنت طالما تأهلت وحققت إنجاز بغض النظر عن المجموعة فأنت بتستحق المكافآة بتستحق المكافآة لأن هذا الشيء موجود بكل دول العالم ما في شروط بأن المجموعة كانت سهلة حتى مع منتخب ألمانيا مع منتخب أي منتخب آخر ما في شروط بأن المجموعة كانت سهلة بتوصل للربع نهائي بتاخد هاي المكافآة بتوصل للنصف نهائي بتاخد هاي المكافآة بتوصل للنهائي بتاخد هاي المكافآة بغض النظر عن المجموعة بغض النظر اليوم إذا الكابتن في راس معلّة لما كان سبّح وشارك لنفترض بالأولمبياد واجه بالحظ منتخباء لعيبة أو سبّاحين ما ننأكفاء لكن تأهلوا لأدوار متقدمة وحقق ميداليات الكابتن في راس معلّة هل يا ترى ما لازم يستحق المكافأة؟ لأن لعب مع سبّاحين أقل مستوى أو حقق ميدالية برونزية وفي لعب سبّاح أقل مستوى وصل للفضّة أو وصل للزهب فرح نقول بأن الكابتن في راس معلّة ما بيستحق المكافأة لأن حصل على البرونزية خلص طالما في إنجاز في تسيل في هدف لهذا الإنجاز فاللعيبة معه نحق هلأ بكرة رح تشوف التقييم تقييم اللاعبين الأمر اللي بتعلق بتقييم اللاعبين والأداء نحن لم نتهاون فيه لم نتهاون فيه أبداً ولم نرحم فيه أبداً بس بموضوع الحق لازم نحكيه بكل صراحة اليوم اللي بده يعتبر أي لاعب مرتزق فلا تستدعي أي لاعب بيجي من المكافأات فلا تستدعي إذا انتهك شايف إذا بنا نحمل المسئولية من حمل المسئولية للمدرب عن هاللعيبة رغم كل الأداء السيئة وقالنا أن التقييم رح يكون سيئ للكل تقريباً منتخب الصيني ما رح يحصل على المكافأة هو بالمركز الثاني وتعادل مع الفلبين هل يا ترى لعيبة الصين ما رح يحصلوا على المكافأة؟ خسروا مع منتخبنا وتعادلوا مع الفلبين وأداء سيئ قدام الفلبين بالمباراة الثانية وأداء عادي جداً ليش ما رح يحصلوا على المكافأة؟ رح يحصلوا لعيبة الصين رح يحصلوا على مكافأة ليس فقط للفوز على منتخبنا بل التأخل إلى التجمع النهائي طبعا كأس آسيا رح تكون بالصين لكن التأخل لتجمع النهائي رح يحصلوا على هاي المكافأة لهذا السبب ما رح يقولوا بأن مجموعة الصين كانت سهلة أو الصين وصلوا للمركز الثاني وتعادلوا مع الفلبين الأخطاء اللي عم بتصير بين اتحاد كرة القدم أو المدرب أو أي شي لا يتعلق بموضوع المكافأة المكافأة أنت بتشتغله بضمير أنا كرئيس اتحاد رياضي عام طالما أعلنت بأن في مكافأة للتجمع النهائي أو للوصول إلى كأس آسيا فخلاص اليوم من حق أي شخص من حق الكابتن في راس مع الله يقول من الكابتن نبيل معلول ما أقدم أي شي هو بالنهاية رئيس اتحاد رياضي عام لكن بنفس الوقت مشاكل اتحاد كرة القدم ما لازم تكون مؤثرة على رأي الاتحاد الرياضي العام بموضوع حقية اللاعبين اليوم لازم نحكيها بصراحة ما بصير هذا الشيء ما لازم نعملوا عادة للمسؤولين بسوريا أو عادة لأي شخص بيتولى القيادة بسوريا يوعد وما يعطي هذا الأمر لازم نكون فيه متحدين بنفس الكلمة بتوعد بتعطي بغض النظر مين عم بيحفر ومين عم بيشيل ومين عم بيحط ومين ما بيعرف شو عم بيحكي انسوا هذا الكلام هذا الكلام موجه فقط للاستاذ في راس مع الله اليوم هاللاعيبة لعيبتك هاللاعيبة لعيبتك وضعية اللاعبين لازم تكون مختلفة عن الرأي الفني أو الرأي الشي اللي انت شايفه للكرة السورية فيك تتحاور فيه مع اتحاد كرة القدم فيك تتحاور فيه حتى مع المدرد فيك تجبر اتحاد كرة القدم يعطي شهريا شو تشتغل خلال هذا الشهر لكرة القدم السورية انا اليوم اذا وعدت من شخص فلازم هذا الشخص يوفيلي بوعدي انا بحكيها للمرة التالتة وللرابعة والخامسة اللاعب بيستحق المكافأة ما على الاداء اللي يقدموا قدام الفلبين والمالديف بس لأن فيه مكافأة بغض النظر بغض النظر ممكن المكافأة ما تكون بحجم راتب لاعب لمدة يوم واحد هاي المكافأة ممكن ما نبي بحجم يوم واحد من راتب السومة او المواس او اي لعب اخر لكن المكافأة فرض المكافأة فرض اليوم هلأ عيبة هذا المنتخب واصل لكأس اسيا متل ما قالنا هاي المكافأة فرض انه تنعطى للكابتن فاج ابراهيم وللكادر الفني اللي اشتغل مع الكابتن فاج ابراهيم وحتى لللاعب عمر خريبين حتى لللاعب عمر خريبين اللي لعب مع المنتخب بيكون مباراة بالتصفيات بمباراة الصين الامر واضح جدا المعايير ما لازم تكون مختلفة حسب الاتحاد كرة القدمة وحسب اللاعب وحسب اداء المنتخب فيه معيار سابت هذا المعيار اللي لازم نشتغل عليه الامر بسيط جدا عمال انتقاد للمدربة عمال انتقاد للاتحاد كرة القدمة عمال اجتماع عمال مؤتمر اللي بدك اياه نحن معك نبصم لك بالعشرة اسم موضوع المكافأات التي ممكن لا تتجاوز الالف دولار يعني لازم نحكي الحق من دون عمليات تجميل من دون عمليات تجميل ليش؟ لأن انت شايف جمهور 90% اليوم ضد اللاعب وضد المدرب وضد اتحاد كرة القدم فلازم ينحرموا من المكافأات هذا الشيء أنا شايفه غير منطقي حتى لو كان aquí الجمهور ضد الصراعات الجمهور ما لازم يكون ضحية الصراعات انتم عم تعملوا جمهور ضحية الصراعات المدرب عم بيعمل الجمهور ضحية الصراعات فيناس ممكن يكونوا ضد منشور اللاعبين أنا شايف ان هذا المنشور مجهز مجهز تماما بين هنين عم بيستنوا يا أما نفوز على الصين يا أما أنتوا ما بتستحقوا المكافأة لعيبة الصين لو متعادلين مع منتخبنا ويتأهلوا للتجمع النهائي رح يحصلوا على المكافأة الأمر بسيط جدا أنت لازم توصل للتجمع النهائي يعني بتمنى يا شباب ما حدا يزاود عن موضوع بين هاللعيبة عم بيلعبوا لأجل المصاري يعني لأجل الأموال هاي مزاودة هذا الكلام غير مقبول اللاعب مثل ومثل أي شخص عم بيشتغل بمجال كرة القدم بيلعب مع المنتخب إذا في مكافأات فبيحصل عليها لعيبة منتخب بلدي ما بتمنى ينظلم ممكن على أيام زمان اللاعب ما كان عم بيحكي أو اللاعب ما كان عنده وسيلة تواصل يحكي فيها بس بهذا الوقت لعيبة منتخب بلدي ما بينظلم رغم الأداء السيئة رغم أي شيء ما بتمنى لاعب بلدي يتعرض للظلم بطريقة غير احترافية تمنى توصل رسالتي بكرة التقييم الكلام اللي دافعت فيه عن اللاعبة بكرة لازم تنسوه تماما لأن بكرة أكيد رح يكون الموضوع مختلف تمنى يعجبكم الفيديو تكونوا بصحة وخير و السلامة اشتركوا في القناة